تحبي نقيس على سعر الايه؟ على سعر الواحد وعشرين كان تقريبا كان تقريبا بحوية تلات تلاف جنيلة وانا فاكر طب هو النهار ده بكان باثنين سبعمائة وصابعين ننزل السعر ولا منزلش طيب ولو ما كانتش اللي ماسمعش الكلام وقرر انه يروح يشتري خبط في الحيط ولا ما خبطش خبط لسه السعر هينزل تاني لسه السعر هينزل تاني لحد ما يتوازن مع السعر العالمي لو سمحت ما تعملش حاجة لا عربيات ولا غيره غير لما السعر يتوازن مع السعر العالمي اول ما تلاقي الدولار سعره سبت واستقرن وبقى في سعر واحد خلاص ما هي الفلوس دخلت يعني الرئيس قال دولة رئيس الوزراء قال دولة المحافظة البنك المركزي قال او معالي المحافظة البنك المركزي قال تمام قاله يا جماعة ايوة الدفعات دخلت البلد طيب يبدأ بقى البنك في عملية ايه بعد شوية التدبير اللي هو حضرتك هتروح البنك تطلب والله انا عندي اعتماد بكذا اهلا وسهلا ده انا عندي مش عارف مصروفات كذا عندي مش عارف ايه اهلا وسهلا وقادي يا جماعة وقادي سعر البنك يا مولانا اتفضل هات المصري خد الدولار اللي انت عايزه في اللحظة دي هتلاقي السعر كده بدأ يتزن شكرا حاجة اسمها السودة باي باي الف سلامة الهي لا يرجعها السعر اصبح كده عندك سعر واحد في البلد ساعتها فكر بقى ايه انك تشتري عايز تجيب عربية عايز تجيب شيء عايز تجيب دهب عايز تجيب مش عارف اهلا وسهلا طالما لسه السعر ما توازنش ما تقربش للكلام ده القصة مش المبهنة انا صح القصة ان انا عندي ايمان بهذه الدولة وهذا المصار عندي يقين في رئيس الجمهورية عندي يقين في الحقوق عندي يقين في اللي بيحصل يقين كامل عندي بعض التحفزات على بعض الحاجات في الحكومة كلنا عندنا واكيد الحكومة عندها تحفزات على الاعلام حقهم برد ايه المشكلة يعني بلد بلد طبيعي بلد عادي هنا في تحفزات على كذا وهنا في تحفزات على كذا هنا في تبيونات في وجهات النظر عادي ما يجراش حاجة الرهان ان كان الدولار يقع وقع الرهان ان الاسعاد تبدأ تتراجع بدأت في التراجع الرهان ان الدهب سعر وينزل بدأ في النزول وبينزل بينزل دي مصر